من محافظة بابل ولصالح مدينة مرجان الطبية ملاكات قسم الصيانة والإنشاءات الهندسية أنجزت ردة الحياة السابعة وتم افتتاحها من قبل أمانة العامة لعتبة العباسية المقدسة بحضور جهة حكومية ليتم ادخالها في الخدمة الصحية وتضفي بذلك زيادة الساعة السريرية لدائرة صحة المحافظة الردهات التي شهدت من قبل عتبة العباسية المقدسة على مستوى محافظات العراق بعض محافظات العراق الخمسة وهي كربرة والنجف والمثنى وبغداد والآن بابل وهي السابعة من انجازات العتبة العباسية المقدسة يعني حقيقة عمل رائع عمل كبير ندل على شيء فإنما يدل على الإيمان بالعمل الذي يقومون به في وسط يعني حقيقة وسط المستشفى تعرف أنه وبائية وهناك ممكن أنه ينتقل إليهم الأمراض ولكنهم ما يعني فتأوا يواصلون الليل بالنهار من أجل إنجاز هذا العمل فألف ألف تحية لكل الكوادر التي عملت في إنشاء هذا الصرح ملحمة إنجاز بـ 54 يوما شهدت عمل مدوصلا فردها التي تتألف من مئة غرفة منفردة من نظام سويد و25 غرفة للملاكات إلى جانب تزويدها منظومة هواء فرش ومعمل الإنتاج الأكسجين بساعة 36 متر مكعب بالساعة تتميز هذا المستشفى من كافة المستشفيات بمنظومة أكسجين ومعمل أكسجين في نفس المكان هذا ميزها عن كل المستشفيات إضافة إلى كل الأمور الخاصة بالمريض المنظومات من التهوية المهمة جدا التي هي تدوير في غرفة المريض 20 دورة بالدقيقة تدوير الهواء وضافة منظومة تبريد منظومة الأطفاء واستقلالية المريض بالنسبة للسويد التي جالس أو مراقد فيه تحديات كثيرة واجهتها سواعد صناع الحياة لأنهم عزموا على الإنجاز بستة أشهر تقريبا عند ذا السبع رثات حياة توزعت على مختلف المحافظات العراقية مساهمة من العتبة العباسية المقدسة لإنعاش القطاع الصحي في ظل تفشي جائحة كورونا ترجمة نانسي قنقر